بعد انقطاع فترة حوالي 11 شهر دلوقتي يعني اخر فيديو تعمل ارجعنا لكم تاني ان شاء الله ممراضي بشكل مستمر ان شاء الله نداوم ما يكونش فيه اي انقطاعات لفترات كبيرة تاني ان شاء الله فيه افكار كتير وسلاسل هنبدأ فيه حاجات تعليمية ريفيوهات فترة الجاية دي ان شاء الله يكون دسمة جدا ان شاء الله وسلم انقطاعش فترات كبيرة تاني ما يكونش فيه اي ظروف او حاجة تنعنى ان احنا نعمل فيديوهات وان شاء الله موضوع يستمر معانا بس انا النهاردة جايللك بحاجة فعلا ممكن تغير حياتك حياتك بالكامل وفي خلال 6 شهور بس مش في سنين او حاجة 6 شهور 10 ساعات بس في الاسبوع وبطريقتك وباسلوبك وفي الوقت اللي تحبه وفي المكان اللي تحبه وفي شهادة علمية من جوجل نفسها ومش بس كده دي شهادة بالكلام جوجل وباعتراف جوجل ان هي تساوي درجة علمية مدتها 4 سنين مش بس كده دي بتأهلك لمجال المجالات في السوق العمل مطلوب جدا 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 ايه الموضوع ده ايه تفاصيله ايه الكورسات اللي ممكن اخدها او ايه الحاجة اللي ممكن اخدها ديت معتمدة من جوجل تأهني بالشكل دوت والفعلا هي حاجة هقدر اشتغل بعدها بالشهادة ديت او حاجة هتفعلا هتتغير كليل واتغير حياتي من منظر دوتا ولا لا هيبان معنا في الفيديو دوت وهنعرف كل حاجة بالتفصيل اركز فيديو ده الاخر الفيديو ده مهم جدا جدا وفعلا ممكن يغير حياتك بالكامل قبل ما نبدأ انا احمد حنفي انا عارف ان معظمنا على كتنا بجوجل على قصة حية شوية يعني ايه؟ يعني احنا بنستخدمها تقريبا في الحاجات اللي بنحتاج بها يوميا زي لما حاجة تدور على حاجة بخش على محرك البحث بتاعنا بدور على الحاجة بخش على جوجل بدور على الحاجة دي اعيز اعرف معنا معلومات او حاجة او من ناحية تانية لما بكون رايح مشوار بخش على اللوكيشن او على الجي بي اس او على خرايا جوجل بكتب اسم المكان اللي رايحه بروح عن طريقه اقصى استخدام لمعظم الناس كمان جيميل ايميل جوجل لكن جوجل عندها خدمات كتيرة جدا وعندها حاجات متميزة اوي وحاجات تفاصيلها كبيرة او تاخد ساتيستية كاملة منها ان شاء الله بعد كده والحاجات دي بمعظمها مجانية من جوجل لكن اللي جاي يكلمك عنه النهاردة هي كورسات جوجل ان اونلاين التعليم ان اونلاين التعليم عن التغير انترنت اللي من جوجل الموضوع دو كبير اوي وقديم ومن زمان مع جوجل طبعا ليها ببارتنرشاب مع شركات كتير ومع مؤسسات كتير لكن عندهم اديو جوجل عندهم جوجل ديشتال جراج عندهم حاجات تتيرة جدا بس جون في 2017 عملوا حاجة كويسة اوي راحوا شايفين في سوق العمل ايه الوظائف المطلوبة وما فيش حد مؤهل بشكل كافي بيغطي الوظائف دي قال لك هنعمل حاجة كويسة اوي قال لك احنا هنشوف الوظائف ديه تمام وهنجمح هنحصرها في مؤهلات معينة مؤهلات معينة وهنقدم كورسات باسعار مخفضة اوي وفترة قليلة ومدمجة ومكسفة جدا وفعلا تؤهلت لسوق العمل في المجالات ديه ومن الصفر تبدأ مش محتاج منك اي خبرة خاصة محتاج منك ان انت تبدأ معهم من الصفر لحد ما تخلص الجزء ده طيب اختاروا المجموعة ديه مجموعة الكورسات ديه وبالتعاون مع كورسيرا الموقع المشهور بتاع الكورسات وبدأوا ان هم يجمعوها في حوالي خمسة اقسام الخمس اقسام ديت زي ما هنشوف دلوقتي وان هبدأ اشرح لك على الوبسايد مباشرة عشان تبقى شايف كل حاجة بنفسك اكينك داخل تقدم على الكورس بنفسك تقفهم التفاصيل وكل حاجة بالوظائف اللي كل كورس فيهم بيأهلك ليها بكل حاجة عندها بالاسئلة بتاعتها بكل حاجة هشرح لك على الوبسايد بنفسك رح عاملين الموضوع دوت الموضوع دوت رح اقللك بتاخد به شهادة تساوي شهادة زي الشهادة الجامعية اللي بتاخدها في اربع سنين هي هي تاخدها في ستة شهور ومن جوجل فطبعا هتنسي في بتاعتك بحاجة مميزة جدا وبتغير كدك بالجامل هم مش مهم تدرست ايه قبل كده مش مهم تدرستك الخلفية يعني خلفيتك ايه قبل كده عن المجال ده او لا هم عايزين تبدأ من الصفر بدنا دخل في تفاصيل كتير تعال نشوف الموضوع عشان الموضوع فعلا على الوبسايد غير وتفاصيله احسن بكتير اوي على الوبسايد يالله بنا تعال نبدأ ونشوف هنخش على ايه هنخش على نكتب هنا في سرش على اول لينك هنخش على طبعا طبعا هو فينا سكشنز كتير اللي همني فيها طبعا هنجل سرورد سرش سرش عايز تخش تقرأ فيهم براحتك اللي همنا فيهم دلوقتي عشان نفهم احنا داخلين على ايه ونختار الحاجة اللي احنا عايزين نعملها وش على كريس طب نبدأ بقى هنا بيشرح لك كده بيديك ملخص انت ايه مش محتاج اي خبرة بتعلم في الوقت اللي تحبوا بحاجة مارنة جدا تحت عشر ساعات في الاسبوع املس سيفي بتاعك بحاجة مميزة قوي وتبقى مؤهل لوظايف مطلوبة جدا في سوق العمل بمعدل ربح سنوي حوالي تلاتة وستين الف دولار في السنة افريج للايه للانتري للبداية كمبتدئ تمام المجالات زي ما انت شايف قدامك هما خمس مجالات الاربع مجالات دول دراستهم مش ببلاش بفلوس بس مبلغ قليل جدا حوالي ساعة تراتين دولار في الشهر يعني حوالي بالمصري حوالي ستمائة وخمسين جنيه مصري في الشهر مبلغ يعني زهيد جدا بالنسبة لحاجة اللي تاخدها وستة شهور بس مش فترة كبيرة والاندرويد اعطاقة فري بس الانتحام بتاعها وبس الانتحام في الاخر هجي لك لك كل التفاصيل دا هنا بس ان اديك نبزة عن الموجود هنا بيشرح لك كل حاجة الاتي سابورت الاتي سابورت الاتي سابورت زي ما انت عارف هو يعني اللي هو الدعم الفني الاتي سابورت اللي هو اللي انت مثلا دولات فيه جهاز كمبيوتر كمبتدق يعني بشرح الموضوع كمبتدق او كاي حد انت حصل فيه مشكلة في جهاز او في تليفون او في سيرفر او في او في اي اي مكان انت بتقدم التابعة محتاج متخصص عشان يصلح المشكلة دا فبتلجأ للاتي سابورت عشان يصلح اه خلينا نبدأ بها ترامح ندخلنا فيها ايه بقى اداب بتاعك لو انت حابب لو انت بتحب بتحل مشاكل الناس وبتساعدهم بتحب بتساعدهم يبقى الموضوع دا مخصص لك انت دور عليه تعال خش كده طبعا الكورس دوت بتعاون مع كورسيرا تدرس على كورسيرا فيها وزي ما قلت لك مش احتاج اي خبرة مية في المية من بيت اه مش محتاج تروح اي مكان تدرس فيه تحت عشر ساعات في الاسبوع تعال نشوف الكلام ده برا عن ايه طب انا لو خدت انا لو خدت الكورس ده بالكامل الافريج انتري ليبل سالوري ان اي تي سابورت حوالي خمسين الف دولار في السنة ده الافريج بتاعي تمام اه قال لك المجالات او الوظائف المفتوحة او الوظيفة متاحة دلوقتي في مجال الاي تي اتحض الكورس دوت ادبقى مؤهل لها طيب اهم جزء هنا عشان تفهم بس هنمشي ازاي الفترة الجاية انا بشرحك دلوقتي انا لو خدت الكورس دوت انا لو خدت الجزء بتاع الاي تي سابورت هل شغلنات ايه انا لما احط كده هجاء اقدم على وظائف هقدم على ايه ممكن اقدم على على الاتابيز ادبنسريتور على اي تي سبيشاليست على سيستم اناليست على النيتورك انجنير على هلوب ديس تيكنيشن اي تي سبيشاليست اي تي تيكنيشن اي تي تيكنيشن الجزء دوت الوظائف اللي ممكن تقدم عليها لما تخلص الجزء ده طيب ايه اللي هدرسه هنا انت في الجزء دوت عندك جزء ايه انت راجل ما عندكش اسيات خالص في الاي تي انا لسا ابدأ من الصفر مش فيها من حاجة خالص بس حاقي بخش المجال ده عجبني الموضوع حاقي بخش فيه هاخد الجزء بتاع البيجينر اليفل اللي هو دوت الاي تي سابورت سيرتيفكت اللي هو البداية هدرس في ايه هدرس فيه الوظائف 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 هدرس فيه الحاجات دي كلها ده عشان هبدأ من الصفر فهدرس الحاجات برضو فيها تفاصيل في كل حاجة وبادرس الموضوع بعمق بس هبدأ من الصفر انا راجل عندي البيزيكس انا راجل فاهم حاجات كلماندي كتير راجل بتعامل مع الكمبيوترات من الزمان عندي خلفية عن موظم الحاجات ديات وببداياتها وبشتغل عليها من فترة كبيرة مش محتاجة اخش من هنا خالص بخش من طبعا هدرس فيها بايثون اللي هي لغة البرمجة مفتوحة المصدر طيب وقال لك ابدأها كورسيرا جدت صارت على كورسيرا من هنا طيب انا عايز اعرف ايه التفاصيل اكتر عن الموضوع دو ما تيجي نفتح هنا ايه الموضوع؟ الناحيتين انا برضو في المبتدئ هنا اللي انا مبتدئ هبدأ أساسيات الدعم الفني بيتسو البايتس بيتسو البايتس بيتسو البايتس بيتسو البايتس بدايات الاتي واساسيات الاتي يعني ببساطة كمبتدئ هنا في الجوز دوت طب انا راجل فاهم هدرس ايه؟ عند راجل عندي بدأيات دي فاهمها ليه اخش التفصيل هدرس ايه؟ هدرس هنا هدرس هنا كلام جميل جدا انا خلص الجزء دوت هبقى فعلا مؤهل ان انا اشتغل في الاي تي سببورت اي حاجة بحطها عندي في سي في خلاص انا بقيت باشتغل شغل انت ايه؟ شغل انت اي تي سببورت انا راجل شغال اي تي سببورت دلوقتي ببدأ بنح التطور نفسي في المجال ده بعدين بكمل فيه تمام؟ تمام هنا بيقول لك بيتديك فيديو كده سريع انا مش هاخش تلك في دلوقتي انت ده عايز فرغ لي براحتك بعد كده عن الاساسيات الاي تي وين يعني ايه الموضوع دوت وعبارها عن ايه؟ تمام؟ طيب بس هو بيشرح لك بقى اللي هو الاساسيات الاي تي سببورت اللي هو موضوع تعلم براحتك وبتعلم في الوقت اللي انت عايز وكلام ده كله هاجي لك هنا بيجي لك هنا تحت خالص بيقول لك كل معلومة عن كل حاجة يعني ايه هو الاي تي سببورت هنا بيقول لك بيشتراحك ده براع ايه؟ لما انت بتعتر يعني بالملخص كده ببدا من القرارك له كله لما بتعتر حاجة ت branch out of register, tablet found, network server. ومشكلة لك. تحتاج واحد متخصص نية الصالح لين انت ال System. انت ال CAMPRO مستدع جزء الطريق. سن nurt ret Y into support. لماذاAllforce أنت ال Salaryiere Cubaife率 الصالح للنوية 혁Pro 55000 USD forty million. والمجال ده مطلوب جدا. في كل المجالات انا بيقول لك في اس وفي اماكن العالم كلها وفي نقص وعجز جديد جدا في الوظائف ديته على مستوى العالم احتاجين بس ناس مؤهلة فهمها بتتكلم في ايه ودرس المجال دوت تشتغل فيه ليه جوجل عملت المجال دوت جوجل عملت المجال ده عشان تغطي العجز في الاماكن ديت وبتقدم لك كورسات بسعر مخفض جدا تقريبا شبه مجانية وبتديك كورسات في وقت قليل عشان تبقى مؤهل للكلام ده خلينا اعدي الكلام ده كله ونخش هيكلف كامل الكورس دوت هيكودة على فكرة اسعار السابقة على كله معادة لاندرويد ديفلوبميند ديفلوبميند اللي بتلك عليها قبل كده اللي هو بتاع تطوير ابليكيشن اندرويد هصلك في الاخر ده اخر حاجة انا بس هنا طولت شوية عشان دوت في حاجات هتبقى متشابهة مع باقي الكورسات قل لك الـ user experience design او حتى الـ support project management طبعا ده كل الميديولز اللي احنا بنذكرها data analytics certificates هتكلفك كام تسعة وثلاثين دولار في الشهر بالاشتراك بتاع كورسيرا وهتاخد في الاخر وطبعا اللي هو داع الاندرويد ديفلوبميند سيرتيفيكيشن ترينيج اس فري مجاني والامتحان الرسمي بتاحها بيكلفك ده في الاخر خالص بعد ما تخلص بيكلفك مية تسعة واربعين دولار ده وان طايم تمام وجوجل قال لك اي ربح من الموضوع الموضوع ده مجرد ده بتخدم المجتمع بيه عايز اتقهد ناس للمجالات ديت يعني مفيش اي ربح من احيطها خالص مجرد بس بتغطي اشتراكاتك او بقرة التكلفة بتاعتها بس يعني سعر التكلفة زي ما بيقولوا خلصنا هنا المجال دوت كده انت فهمت انا فهمت كل حاجة عادل بس انا لا والله انا مش حابب المجال دوت ولا بقلي فترة كبيرة في الدعم الفني ومش عايز المجالات ديت مش مش حابب مجال ده اولا حابب مجال ده حابب يخش فيه ده وخص ده المجال ده بتاعك تعالا نخش على حاجة تانية زي نرجع بك تعالا بقى نخش بتاني حاجة عندنا وهو الوضع محل البيانات بمعنى اصاحب العربي كده المجال دوت برضو هو مجال مختلف شوية وبيقول لك انت انت لو شايف نفسك كده انت بتحب تشوف الترندات والحلل البيانات والكلام ده كله يبقى ده المجال ده هتحب تدرسه مجال مختلف شوية يعني تعالا نخش نشوف دوت ايه الشغدانات اننا لو خدت المجال ده هعرف اقدم عليها او ندخلت الكورس دوت هعرف اقدم عليه نفس الكلام نفس الكلام بيتكلم فيه هنا اكدنا عليه في ال الربح السنة والبتاعها طبعا بكاينتري ليبل برضو كمبتدئ تاخد سبعة وستين الف دولار في السنة افرش معدل اه في تبتمية سبعة وتلاتين الف وظيفة مفتوحة في المجال ده محتاجة حد دارس وفاهم يملاح وده اللي بتكلمك فيه ان انت هتغير حاجتك بالكامل والشغلانات ديت مطلوبة بس محتاجة الناس دارسة عشان كده هم عملوا المجال ده عملوا الكورسات دي انا خدت الكورس دوت هقدر اقدم على شغلانات ايه انا بعد اما خلصت كده حطيت المجال دي في ودرست المجال ده كله ايه الشغلانات اللي هقدم عليها هابتح لينكتل ان هنروح مقدم على جونيور داتا اناليست كلها محلقين بيانات او حاجات تخص يعني كلها الشغلانات ديت بتقدم عليها لما تخلص الجزء ده ودي برضو نقطة مهمة قوي ان هو بيدها لك هنا وهو بيعملك كمبتدئ بيعملك انت واحد مش فان في المجال ده وجاي تدرسه لاول مرة فهيقول لك انت لو خلصت والله الشغل دوت هتخش الشغلانات ديت طب انا عايز اعرف معدل الربح ده ايه بتوحباخد شغلانات ديت بتوحرميها على جوجل بتخش بقى على اه 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 او او اي حاجة من الحاجات اللي هي بتعرف الشغلات ديت اللي فيها تمام يعني انا لو سلت خدت شغلات من ديت ديت روحت لاميها والله اه اه او بيقول لك اشتناد دي عبار عن ايه خط اي حاجة والله او والله ما يعني جوجل سهل او في الحاجات ديت بيعرفها كل حاجة تمام ده خدت بقى خدتها بس اول شغل ده انا ازقابلني يعني هنا انا بس بديك مسال انت عشان تفهم انت ازاي تسيرش الحاجة المناسبة ديك انت عايز ايه والله دخلت هنا قالك اه شورت او او دول من اشهر الحاجات اللي بيبديك يعني عن الشغلانات ديت وامر التبات والله دلوقتي انا عمنا بس عشان مش مش بالاكاونت التاعي في فممكن اسكيب على جنب لكن مسلا في بيقول لك والله خمسين الف دولار في السنة ده حاليا مرتب كويس جدا انت قبل كنت تخش تحدي لوكيشان بتاعك حاليا بيقول لك في المكان اللي انت فيه المعدل السنة في مرتبات كبه ده بس بديك نبزة كده ازاي تدور او ازاي تعمل او تفهم المجال اللي تختاره بس لو جينا هنا نكمل نفس الكلام انا كانتري ريفل انا هاتعلم ايه في الكورس دا هاخد data types and structures using data to solve problems استخدام بيانات لنتحل problems ببيانات how to analyze data data storytelling in with visualizations using our programming to supercharge with your analysis يعني موضوع عميق جدا انك هتفهم في كل حاجة تخص المجال دا بتبدأ هنا على طول وعلى فكرة على كورسيرا بيديك سبعة يام free لبتجرب فيه وبتحط بس الكارت بتاعك او السبسكيش متاعتك بتحط بس بتشوف الموضوع والله عجبك بتكمل ما عجبكش ممكن تنساه بتخدش في كورسيتان دي برضو حاجة ممتازة جدا نفس الكلام هنا بيشرح لك نفس الموضوع اللي قلنا فلايتي support بس بشكل على على المجال دوت ليه برضو تبدأ في مجال المجال دوت كل حاجة السعر هو هو الكلام دا كله بتعرفه مش هتخدش في التفسير ده عشان ما نطولش هالفاضل والكوستة وهو زي ما نقب كده هو تسعة تلاتين دولار في الشهر ده غير الشهادة النهائية للانتحاني النهائي لسعر الواحدة مبلغ مش كبير خالص يعني مبلغ بالنسبة للشهادة تاخدها والانتحاجة اللي بتعلمها انت بتغير كديرك وحاتب بالكامل يعني دوت بالنسبة للجزء ده تعالي نخش للجزء اللي بعدي وهو البروجيكت مانجمينت ادارة المشاريع ادارة المشاريع وما فيش ناس مؤهلة كتير فقال لك لو انت دارس ادرس الجزء دوت هتبقى مؤهل للوظيفة ديت فاتلاقي شغل ريها وانحنا بنضمن لك بشهادة جوجل انت اخدها من المجال ده شغل في المجال ده تمام طيب قال لك ايه برضو انت رجل بسه بتبتدي في الموضوع لو انت بتحب انت تحل المشاكل بتاع المؤسسات بتحب الشغل مع الناس ده وتي نسبك هو حتة دي جزء ده عموما يقول لك ايه هنت كده بسيط لو انت بتحب كزا خش شوف يمكن الموضوع ده يجيبك لو انت بتحب كزا خش شوف الموضوع ده يجيبك فهي حتة برضو ظريفة عشان يعني ايه بيماهد لك ببساطة وبعد كده بتخش جوا بقى تشوف التباصيل نخش على نفس الكلام نفس الكلام برضو اللي قلناها قبل كده اه معدل السادة اللي بتاعتها وكان موظيفة مفتوحة في السوق مستني حد فاهم يخشها نفس الكلام بتقول بقى ما نخش تفاصيل الوظائف اللي انا لو خلصت الكورس دوت هقدر اقدم عليها تفصيلتها ايه نفس الموضوع project manager project coordinator project assistant operation manager operation manager operations associate associate program manager program master project associate project analyst the project administrator كل الكلام ده كل الوظائف ده انا لو خلصت الجزء دوت انا بمؤهل ان انا دارس وفاهم بعمل ايه ده انا اقدم عليها مش مجرد بقدم كده والله يمكن حاجة تيجي منهم واخش في interview آآ حس حسن نيلة ببساطة يعني لا والله انا بقى دارس فاهم بعمل ايه وانا بتدارس الكلام دوت يا جماعة واخد شهادة بيه انا دارس جاش ترش وتناديد طب انا في الكورس دوت انا ببدأ في interview اللي بتبدأ من الصفر اكي انك انت مش فهم حاجة خالص في المجال ده هتاخد ايه هتاخد الحاجات دي estimating time and budgets running effective meetings and managing stakeholders identifying and managing risks applying agile and scrum frameworks leadership skills and navigating team dynamics. تمام? الكلام وضح مش محتاج شرحي يعني هو ده انا عدس في المجال ده. انا برضا عايز تطع تفاصيل اكتر ايه بقى الحاجات اللي قدرت المشاريع والكلام ده كله ازاي تبدأ بزنس بشكل ازاي تبدأ مشروع بشكل آآ آآ ناجح التخطيط الكلام ده كله التنفيذ الكل الكلام ده كله. ده اللي هتدلسه في المجال ده. دي حاجات يعني احنا يعني حتى نسل الدرسة ام بي ايه يعني غطيت الحاجات دي كلها بل كده سوار درسين مني او الام بي ايه بشكل كامل انت بتدرس الكلام ده ايه دارة المشاريع عمومة نفس الموضوع هنا برضو في اف اي كيوز النبزة عن ايد كورس ده تعبار عن ايه? لمين? محتاج اي خبرة لأ? لا مش محتاج اي خبرة. ده على فكرة السطر ده السابت في كل الكورسات. في الخمسة. مش محتاج اي خبرة عشان تبدأ في المجال ده تخش عليه. ابدأ. اه سجل مع كورسيرا. خلاص. تبدأ اهر دول. برضو عشان سريعا كده هو اللي بيديك في كل حاجة ايه كورسيرا? انا هابدأ ازاي? اسجل ازاي? المصاريف? ايه الموضوع? اه هل جوجل بتحقق ربحه? ولا لا بيجاوبك عكل اسئلة داية. هل ده مناسب ليا ولا لا بيجاوبك عكل اسئلة. ده الجزء الخاص بالبروجيكت عشان برضو ما نطولش خلينا نخش على الجزء اللي بعديه. نيجي بقى للجزء الرابع والمفضل بالنسبة لي. الجزء الخاص بالتصاميم. انت هتبقى هتدلس المجال دوت هتبقى ديزاينر. المجال ده ده المجال المفضل بالنسبة لي اولي انا بس انا حاليا بس في كورس خاص بالشوية فاشغال فيه. لما خلصوا ان شاء الله انا ناوي اخش في المجال ده. اه ناوي ادرس الجزء ده ان شاء الله. قال لك لو انت حابب ان انت بتحب الرسم وتحب التفكير بشكل مبتكر. الجزء بتاعك. ده نخش نشوفها ورا عن ايه? نفس الكلام بتاع مش عايزين بس نخش في اه نطول على الفاضي. نفس الكلام بتاع كل الكورسات التانية. هقدر اقدم على وظائف ايه لو انخطقت كورس دوت? عالجوزر اكسperience ديزاينر, يو اي ديزاينر, انتر اكشن كله مصمم انت 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 انتر اكشن ديزاينر, تجيزول ديزاينر برو داكت تزاينر. كل الكرام ديزاينر. تمام? هاخد ايه? هادرس ايه هادرس الاساسيات اليوزر اكسperience ديزاين هادرس الروسيس الحاجات دي كلها اه بلد ويرفريمز اللوفتاليتي بروتوتيبز كوندكت يو اس رسيرش ان تست ايرلي كونسيبت الحاجة الخاصة بالتصاميم وادهو بيكون شغل الكلام ده كله ديزاين فور سيشال جود ان تريبير فور جوبز كل الحاجات دي تمام؟ انت هتبقى ديزاينر هتدرس الاساسيات بتاعتها كلها بالتفصيل بس هتدرس الحاجة الخاصة باليو اكس ديزاين نفس الكلام برضو لقلنا قبل كده بنفس الافي اكيوز بتاعتها ليه انا ابدأ في المجال ده وليه وده المين برضو محتاج خبرة او لا لا مش محتاج خبرة والمصاريف بتاعته او التكلفة الشهرية بتاعته زي ما قلنا قبل كده التكلفة الشهرية واحدة على الكل ما عادة كورس بتاع الاندرويد بمين؟ تمام؟ انا نخش على اخر حاجة الخاصة بالاندرويد دولدي زي اول حاجة خالص زي الجزء بتاعت التعليقات اذا نحن نتقل مع الاندرويد انا نترك الاندرويد الكلام ده كله يبقى ده برضو بتاعك الكورس ده الوحيد اللى فري الدراسته كلها فريس شخصه اللى بعدها فى الاكتبادات فاااااااااااااا لو حابب لو حابب تخش فى الكورس دوت برضو ذوت اهة Lost هاا اللى انت شاهفه دوت صحى هو من اعلى منتبات فى العالم حاليا ان انت تبقى developer ان انت تبقى اي او اندرويد developer او عموما الخاص بالdevelopering الحاجات دي من اعلى منتبات دلوقتي في العالم عموما. تمام? والوظيفة المفتوحة لها. اه وهتاخد ايه? انا انا طبعا انا مش كتابلك انت لو درست هتوب ايه? انت هتنتج اه اه او هتطور على اه او هتعدل عليها وهكذا. تمام? هدرس ايه? او هاخد يعني ايه الحاجات اللي هدرسها? الحاجات اللي هدرسها الكلام ده كله. التفاصيل بتاعتها انا هدرس ايه? انا ازاي هقدر بقى اصمم ارن اه اعمل الكلام ده كله. النافجيشن الليعوت. ده مجال طبعا ممتع جدا وقوي قوي ومكتبته حلوة جدا لو خلصت الكورس دوت بتبقى مؤهل ان انت تبقى مجال برضو ممتاز جدا ومجال انت لو حايفتخش فيه وخلاص. وطبعا ده الميزة الوحيدة زي ما قلت لك ان الجزء ده مجاني. ما عدا التست النهائي. دي برضو بتبقى حاجة كويسة قوي ان ده تبدأ في المجال ده. تمام حاجة برضو اودي اوريك لو الجزء الخاص بالكوست اهو. قال لك الجزء ده كله الهو. اهو قلت في الاول يعني عموما ان هنا قال لك الكوست بتاع اللي انت حاني نهاية الاكزام من او مية سواربين دولار. بس الدراسة نفسها فور فري. ديت الخمس مجالات اللي احنا قلنا عليهم وهم بعد ابحاث كتير لقوا ان المجالات دي مطلوبة جدا في السوق وفيها نقص في العمالة المؤهلة اللي درسة اللي فهمة المجالات دايد زي ما قلت لك انت محتاج اي خبرة المجال ممتاز المجالات دي ممتازة انك تبدأ فيها اختار الجزء المناسب ليك اقرأ بالتفصيل سرش على كل حاجة افتح جوجل سرش على التفاصيل دي كلها انا شعودانات دي تقدر ان انا اشتغل فيها بعد كده ابقى حبيب هكمل فيها عندك فرصة ان انت تغير حياتك عندك فرصة انك تغير كريرك عندك فرصة انك تدرس حاجة انت بتحبها بشكل جديد بقى عشر ساعات بس في الاسبوع او حتى قبل من عشر ساعات يعني حوالي ساعة ونصف في اليوم في بريك في اي وقت ممكن تضيفهم كلهم في اخر الاسبوع مرة واحدة تخدهم ساعة واربعة تسعة ساعات واربعة انت خلصت وبقت معاك كرير جديد دخلت مجال جديد احلت نفسك لمجال في سوق العمل مطلوب جدا وفي وقت قليل قوي وبحاجة مطلوبة قوي وبتضيف لنفسك اضافة كبيرة قوي بتغير حياتك بالكامل الموضوع مهم الموضوع كويس قوي يستاهل منك انك انك انت تسمع عليه فيديو دا الاخر تفرج عليه الاخر بس تفهم انت او تختار لنفسك انت عايز تخش في ايه اتمنى اكون الفيديو شامل كافي اوزرني شوية احنا في رمضان فالواحد بيشتغل بيسجل بعد ما بيرجع من شغله نايم شوية بس حاولت لنا قدر الامكان اشرح بالتفصيل الاجزاء المهمة ان شاء الله الفترة الجادية هكون في فيديوهات كتير ومهمة جدا واتفيها تفاصيل كتير وسلاسل وشرحات وفيديوهات وحاجات كتيرة جدا ان شاء الله اشترك معنا وان شاء الله سيجبك محترنا في فترة الجاية وان شاء الله نستمر اكدر الامكان السلام عليكم اشترك معنا وانشترك 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 معنا وانشترك